عيد الربيع الصيني مناسبة بكل تفاصيلها والتي تعبر عن السعادة محفورة في ذاكرة ووجدان عرين الحلو التي أمضت 12 عاماً للدراسات الجامعية اتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن ثم العمل أول مرة رحت على العيد الصين الربيع كان في منطقة في وخان يعني وين كنت أدرس قبل من الأشياء التي تلفت الانتباه بعيد الربيع أنه الكل يحاجر على منطقته مشاركة عرين للعائلات الصينية كل لحظة من أيام عيد الربيع والاحتفال معهم بكل عاداتهم وتقاليدهم أثر فيها كثيراً لقرب كثير من تلك العادات لما تعودت عليه في فلسطين أول مرة رحت مع العيلة الصينية على المدينة اسمها جانشي العادات والتقاليد يعني كثير بحسها قريبة من عاداتنا في العيد مثلاً كيف بعطوا الخنباو اللي هي احنا عنا بتكون العيدية كيف بعملوا أطباق أكل كثير وكيف بروحوا بيزوروا الكبير في العمر فهذه الأجواء كثير حسستني أني كثير كنت قريبة من أهلي وبعدين هاي العيلة الصينية اللي عيشت معهم جد جد كانوا يحسسوني أني واحدة من بناتهم شوق عرين لتلك اللحظات عوضتها من خلال متابعتها للاحتفال الذي تنظمه كل عام مجموعة الصين للإعلام عبر شاشتها وتعرض فيه احتفالات لهذه المناسبة بعيش 12 سنة كأنه يعني بيته التاني هناك أو بلده التاني فكنت كثير أحن وأشتاء للأجواء فكنت أتابع مجموعة الصين للإعلام هي كانت تخليني أحس أني موجودة لسا هناك أنه كنت أشوف الأجواء هناك وكيف بيحتفلوا هيك زملاء عرين في العمل باتوا يعرفون الكثير عن عيد الربيع الصيني بما فيه من تقاليد وعادات ومظاهر سعادة أحكيت لنا عرين عن أمور مشتركة ما بينهم وما بيننا اللي هي الزيارات والعيديات والإحتفالات فحسيت إنه شيء كتير لطيف ممكن ما نقدر نروح إحنا على الصين حاليا بهذا الوقت بس أكيد أكيد رح أتابعهم عن طريق مجموعة الصين للإعلام عرين حكيت لنا كتير عن الاحتفالات الصينية عن جمال الصين وعظمة الصين ومكانة الصين العالمية هاديش الصين متقدمة متطورة هاديش عندهم إشي جميل جداً بيستخدموه في الأعياد أعياد راس السنين عندهم عيد الربيع بتفاصيله محفورة في ذاكرة عرين الحلو التي أمضت أكثر من 12 عاماً في الصين وعاشت لحظات هذا العيد بكل تفاصيله فاجتهدت لأن تنقل هذه التجربة وتتحدث عنها لكل زملائها وفي كل لحظة ومناسبة محمد الصنوري سي جتئان العربية رمالله